أمر الهاتف من الرياضة العلامية الدكتور ناهد باشطة حلم بك دكتور ناهد معنا دكتور ناهد تسمعيني؟ أيها أسمع أهلا بك يعني كامرأة كيف تنظرين لهذا القرار وإلى أثرها الاجتماعي كذلك؟ أنا بصراحة سعيدة جدا وقبل ما أنظر له كامرأة أنا أنظر له كمواطنة شعودية تستطيع الآن أن تتحدث في أي محفل دولي بدون أن تتحرج من أنه أحد يسألها إذا كنتم تتحدثون عن تطوير المرأة والإصلاحات تجاه المرأة كيف لا يمكنكم أن تقود السيارة فأنا سعيدة جدا لأنه هذا القرار له أكثر من بعد البعد الاجتماعي البعد الاقتصادي البعد السياسي تأثيره في صورتنا في الإعلام الغربي لأنه ملف المرأة دائما يكون هو أكثر ما يمكن أن يتحدث عنه الإعلام الغربي فيما يتعلق بالمجتمع الشعودي حتى في طريقة وصفه للمجتمع كمجتمع مثلا متشدد من هذه الناحية طبعا يوصفه طبعا من ناحية الاجتماعية أنا أعتقد علميا جزء من دراسة الدكتورات كان عن صورة المرأة السعودية في الإعلام البريطاني وكان فيه جزئية عن قيارة المرأة للسيارة كثير من الأوراق كانت تركز بأن قيارة المرأة للسيارة هي بالأصل تعتبر الرمج يعني مش قضية أنه حق التنقل فقط لا ممكن يكون كأنه بداية وعي اجتماعي فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية أنا أتكلم على المجتمع مش على الدولة مش على المرأة السعودية لحد نعم فأعتقد أنه قارات تاريخي يعني بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى طيب إلى أي مدى سيمكن هذا القرار المرأة السعودية من القيام بواجباتها ومهامها كذلك بكل سلاسة وأمان أنا أعتقد يعني ما أعتقد أنه المرأة السعودية يعني كائن فضائي مثلا كل نساء العالم يعني تقود السيارة وفي نفس الوقت تذهب للعمل في نفس الوقت يعني ترعى أسرتها أنا أعتقد أنه له علاقة بفراحة بالعكس يمكن أن يكون في تسهيلات كثير لما يعني مثلا يعني عندنا فترة طويلة حتى الإجراءات هذه تكون منظمة فأكيد في بعض الأشياء تتعلق مثلا بشروط معينة لقيادة السيارة أو بشروط معينة تريح المرأة لكن أنا أعتقد ما في أصعب من أنه السائق يسافر أو السيارة تكون متعطلة والمرأة هذه ما عندها مثلا زوج أو ما عندها ابن وكيد ممكن تروح لعملها وإحتياجها للشركات الثانية مثل أوبر ولا كريم ولا واتفر لموزين هذا كله ترى يعني نفسيا حتى يكون مزعج بالنسبة للشخص اللي عنده إتزامات عنده إجتماعات معينة عنده دوام معين فأنا أعتقد أنه شيء طبيعي مثلا مثل كل النساء اللي في العالم يعني طيب طيب ما هي نعكاس هذا القرار على الاقتصاد في المملكة؟ من الناحية الاقتصادية عدم تمكن المرأة من قيارة السيارة يضر بالاقتصاد وأذكر أنه في بحثي قراءة بصراحة الناسية اسم الباحثة هي باحثة أمريكية والكتاب كان عن القيادة للمرأة يعني القيادة بشكل عام وكان في تفصل كامل عن حرمان المرأة السعودية من القيادة وما يدرتب عليه من ضرر اقتصادي يعود على تأخر تمكينها في سوق العمل يعني لو نظرت إلى تمثيل المرأة السعودية في سوق العمل قليل مقارنة بالدول الخليجية هذا يعود طبعا إلى أنه كثير من النساء ما تقدر توافق على وظيفة معينة بسبب المواصلات وكثير منهم مثلا إذا أخذت راتب بسيط يعني خلين نقول 3000 كم هي هتدفع لسائق يعني أكيد في مواضيع يعني صعبة على المرأة وتؤثر بالاقتصاد وأعتقد أنه مجلس الشورى العضوات اللي قدموا التوصية ذكروا أشياء لها علاقة بالاقتصاد وبالمجتمع يعني ذكروا الأضرار الاقتصادية بسبب المنك وذكروا أيضا كمان الأضرار الاجتماعية من وجود السائق في الأسرة وهو بالأخير شخص غريب يعني نعم بالضبط أنا أشكرك جزيلا شكرك كنت معنا عبر الهاتف الدكتورة ناهد باشطح العالمية من الرياض كنت معنا شكرا جزيلا